هذا وانتهت فعليات اليوم الثاني للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية وتناولت جلسات اليوم الثاني الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ودور الرقبة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية أكد المستشار طرق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدة الإعلامية للمؤتمر أن مناقشات واسعة ضارت بين رؤساء المحاكم بهدف تفعيل الأفكار التي ترحت خلال الجلسات على الدول الأفريقية مدارة مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الإفريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي ترحت خلالهما على الدول الأفريقية وبذلك انتهت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر اشتركوا في القناة